يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعك اللات الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة النهاردة مهمة كواليس كتير كالعادة وتفاصيل أكتر هنتكلم فيها مع حضراتكم وتعليق كمان على مباراة الأمس القوية جدا كانت ما بين الأهلي والزمالك في القمة 124 في بطولة الدوري ومباراة الدور الثاني تحديدة لانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في مباراة مسيرة فهنتكلم بتفاصيل كتير جدا عن هذه المباراة تحديدا وبالتالي كمان منتظرين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وهو بيتعلق بحكم المباراة شوف بقى انت لما يبقى السؤال متعلق بحكم المباراة فانعايز ايه؟ تفاعل حضراتكم معنا وقلولي رأيكم في الحكم المباراة الحكم الأسباني أو طاقم الحكام اللي كان بيدير المباراة المباراة فقولوا لأنتوا نفسكم فيه يعني هناخد تفاعلكم معنا في الجزء الأخير من الحلقة من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام خلينا نبتدي بأهم وأبرز العلوين يلا بي في ترند الأهلي الفريق يواصل تدريباته بدون راحة استعدادة من المحل ديانجو عبد المنعم يواصلون التأهيل وقف الترند العالمي تريزيجي يقترب من الانتقال لترابلزون سوركي يعني بصراحة عندي كلام كتير جدا عن مباراة القمة مباراة عندي تعليق مهم على أداء النادي الأهلي وزي ما احنا بنشيد دائما بالأهلي لما بنكسب ونبقى كويسين حتى لما بنخسر وممكن نكون كويسين وكلام من ده بنشيد وندي بنسحقهم لكن أكيد في تعليق مهمة أوي على أداء الفرقة مباراة بالتحديد في الشوت الأول بصراحة وكمان عندها تعليق على أداء نادي الزمالك ورجع في المباراة الزعي وقدر أنه هو يتعادل واستحق هذا التعادل بل كمان كان قرب أنه يكسب في الشوت الثاني بكرة إمام عشور فكلها أمور حدثت في المباراة الأمس لكن لازم حتى وإحنا بنعلق أو إحنا بنوجه انتقاد ما ما نكونش إن إحنا بنجرح أو بنقطع في لعيبة قدروا أنهم يحققوا بطلقة كتير جدا مع النادي الزمالك بس بصراحة أنا يعني أنا ما بعرفش أقول المشجوهة الأهلي كان وحش الأهلي كان وحش بصراحة فخلينا نتكلم في تفاصيل خاصة بالمتش أكتر وكمان هكلم معكم على استعدادات الأهلي لمباراة المحلة لأن خلاص إحنا فيش يزار بقى يعني هدخلين كده على مرحلة حسم في بطولة الدورة تحديدا ومهمة قوي أن أنت ونضيعش نقاط خالص عشان بطولة ما اضطرش منك زي السنة الفاتحة وصعبة قوي 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 على جمهور الأهلي أنه يخسر بطولة مرتين وراء بعد بطولة الدورة بالذات حاجة صعبة مش متعودين عليها جهو الأهلي فبالتالي خلينا نتكلم بشكل أكبر بعد الفاصل لأن تفاصيل كتير وكلام كتير قوي قوي حابين نقوله لحضراتكم يلا بي ما هو لو كلامنا هيبقى هو هو وقت الفوز ووقت الهزيمة يبقى إحنا بنهزر يبقى إحنا ناس غير وقعين وناس طلعين بنقول كلامه خلاص ومش يهمين بنقول إيه ويبقى أهزر بصراحة وجهة نظر يعني فترات كتيرة جدا الأهلي بيبقى حلو وبيكسب وبيجيب لهم طولات وبنفرح قوي 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 بس خلي بالك من كلام لأن الكلام مهم ولازم تسمع للآخر وفيه فترات أخرى زي الفترة اللي احنا فيها مش بنمر بأفضل حالاتنا الأهلي مش في أفضل حالاته لأسباب كتير تتعلق باللعبين تتعلق بتغيير جهاز الفني اللي انت غزبنا عنك غيرتوله إن الراجل مش عايز يكمل تمام تتعلق بتلاحهم مواسم وإجهاد حاجات كتير يعني عوامل كتير جدا مش بطلع مبررات بالمناسبة أنا لسه جاي لك في الكلام يعني لكن في نفس الوقت لازم لما يكون في سلبيات نحط إيدين عليها لما يكون في سلبيات نقولها ليه عشان صالح النادي مش عشان حاجة تاني إحنا نفسنا الأهلي دايما يبقى في الطب إحنا ثقافتنا كده كأهلواء إحنا عايزين على طول إحنا أحسن ناس إحنا كده رغم إن في نفس الوقت أنت بتلعب فرق تقيلة قوي يعني زمالك فريق كبير حتى لو كان عنده ظروف مبرح بغياب عدد كبير من اللاعبين لأ فريق تقيل فريق محترم تمام فيه بيرامت فيه الإسماعيل فيه أندية كتير جدا فيه فيوتشر ما شاء الله عليهم الناس خلاص دقريبا راح يكون فيدرالية فيه الفرقو فيه الدوري صعب حتى على المستوى الأفريكي الوداد الرجاء الترجي الناس كتير جدا ونفسات قوية جدا ونسان داونز لكن في نفس الوقت أنت مقاوماتك وإمكانياتك أعلى بكتير إمكانيات النادي كده أعلى بكتير فلما يبقى فيه شوية تهاون لأ لازم يا جماعة نقول ده ما ينفعش لازم نقول ده ما ينفعش تهاون بقى في وجهة نظري أنا بشوف غير مقصود بالمناسبة يعني عمر ما لعيب حيبقى نازل بيتهاون وهو قصد أنه هو يتهاون يعني لأ بيبقى ناتج عنه برضو عوامل كتير جدا 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 فبالتالي مبارات مبارح بمنتهى الصراحة كده والوضوح منتهى الصراحة والوضوح الأهلي ضيع من إيده انتصار سهل جدا سهل جدا هتقول لي أنت كده بتهدر حق الزمالك لا أنا جايلك والله في الكلام الشوت الأول الأهلي كان في إيده يخلص الشوت أقل حاجة يا سيدي أقل حاجة 3-0 ده يعني يوم ما تبقى أنت مش موفق خالص تخلص الشوت 3-0 ماسك المطش أو ماسك الخمسة واربعين ديئة الأولى أو يقول يا عام النص ساعة الأولى ماسكها الكرة في إيه؟ لا الكرة في رجلك أنت المتحكم في الرتم أنت المتحكم في كل حاجة في المطش أنت اللي بتضيع فرص أنت الأخطر طول الوقت الزمالك في الشوت الأول هي تزديدة واحدة بتاعتزيزه اللي جات في إيد الشناو بس فيما عادة ذلك الشوت الأول أنت تخلص المطش وتموته وكنت ممكن تروح وتسيب المطش كمان نتيجة إيه؟ نحن ما خلصناش المطش نتيجة نوع من أنواع التهاون والإحساس بأن المباراة في إيدينا وثقة زي إيه؟ هل أنا بقول حاجة غلط؟ هل أنا بقول حاجة ما حصلتش؟ لا ده فعلا إحنا كان عندنا ثقة حتى وإحنا نتفرج أنا والله أنا أعيه بتفرج كده على التلفزيون أنا عندما جاء الجن بتعشيري فقلت خلص زماتش ده بتاعنا للدنيا زي في فل النهاردة وشكلنا هنكسب إيه؟ 2-3 وقلت إحنا لو ما خلصناش الشوت الأول غطينا حتى الجن بجن لا الزمالك ممكن يرجع بس كان تصدر لي إحساس كده كرة معنا طول الوقت إحنا هنروح وحنجيب جوان وحنكسب والدنيا جميلة جدا ما بقلك بقى اللعيبة اللي في الملعب لا اللعيبة اللي في الملعب لازم ما يكونوش بنفس التفكير بتاعنا كجمور لا أنت لعيب كرة محترف لازم تبقى ثقافتك إن أنا لا أغطي الجن بالتاني طوام أنا اللي قادر وأنا اللي أفضل وأنا اللي أحسن في المتش لكن أعادت أضيع أهداف أضيع أهداف أعاد يا جماعة أعرضوا أهداف الزمالك لو معنا برضو أعرضوه أعمال أضيع وعمال يعني أزود في بعض الكرات كده بعض اللي عابين يزودوا في الكرة شوية كلام من ده لا الكلام ده مش مطلوب الكلام ده بشكل أو بآخر ممكن يخسرنا بطوله ممكن يخسرنا بطوله بالمناسبة أنا بشوف إن سبب من الأسباب الرئيسية إن إحنا مكسبناش مبارح إن إحنا عندنا مجموعة كبيرة من اللعيبة خارج مستواهم خارج مستواهم ممكن يبقى عندك واحد أو اتنين مش مستواهم بس الباقي عوض وتقدر تكسب وتقدر تعمل مطشي كويس حظنا مبارح إن عدد كبير جدا من اللعيبة المميزة الكبيرة جدا جدا التي لها جنة عنها كانوا خارج الفورنة ده أدى لإيه؟ أدى إن إحنا الشوط التاني ما كناش أدى كده أدى إن إحنا في الشوط الأول ما حسبناش المطش فدي كلها أمور أثرت على النتيجة بصراحة ولازم ناخد بالنا من الحاجات اللي زي دي فيما بعد تمام؟ الناس ممكن تكون متنتقد عمر السلية بصراحة عمر السلية من أسوأ مباراتهم بارح بس في أسباب يعني ما هو عمر السلية ده جماعة مش مكنة مش روبوت كل المطشاط حي لعبها بنفس المستوى بنفسك لكن عمر السلية بصراحة مديك فتراته إليه قوي 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 ممتاز طراته إليه جدا ممتاز بالمستوى بنفس لتب�兒 مؤخرا لمستوى بنفس المستوى بدأت تراجع ليه بقى؟ ليه مستوى عمر السلية بنفس عمر السلية بنفسه لانه العين في مصر تباها لعيش الحم what went to shut هو أكتر العين في جباته لمانتلاف الرجل قوي قوي القوي قوي الرجل في بطولة عربية بتاعت المنتخب موجود مع الأهلي في افريقيا موجود مع الأهلي في الدور الموجود باطلال محلية مع المنتخب من مصر في تصبيقات كاس العام موجود مع انتقل مصر في طويلة العمر الأفريقية، الرجل ما بيرايحش، ما بياخدش نفسه، ما بياخدش نفسه، خد بقى هتقول لي ما هو في أوروبا، الناس بتلعب بمستوى امتازه، الناس ماشي ومش عام، ما بيتعبوش، فيش إجهد ومش الكلام من ده، هقول لك يا حبيبي، هنا غير أوروبا، احنا هنا في تلاحب مواسم، بقالنا ثلاث مواسم نلعب، ثلاث مواسم في بعض، مثلا، ما حدش بيالحق يريح، عمر السلائي ده مش بدافع على عمر، او مش قصد ان اطلع دافع على عمر، بس انا بقول الاسباب الطبيعي جدا المنطقية، هو كان وحش ابصراحة كان وحش مبارا، مش احسن، مش ده هو ده عمر السلائي، بس في اسباب، الشناوي، مش في قمة مستوى، بس برضو في اسباب، نتمنى ان بعد كده خصوصا فترات الحسم دي، لا احنا محتاجين كله في بقى فورمته، كله في اعلى مستوى ليه، ليه عشان تخلص بقى، عشان تخلص، انا زي ما قلت كده قبل ما نطلع على الفاصل، هتبقى وحش قوي لو خسرنا الدوري مرتين واربعات، مع مراعاة قوة المنافسة، بس انت عندك فرصة في ايدك، ايه هي؟ انباراة كان ممكن تبقى الفرصة احسن بكتير لو كنت كسبت الزمالك، ومطشطك المؤجلة بقت فرق ثم النقط، بصراحة، لازم يكون احنا بنلعب بمنتهى الجدية طول المطش، امباراة حتى في الحالة قبل المطش قلت يا جماعة حزاري ان احنا يعني نبص الحتة الغيابات اللي عند الزمالك وبقى ثقاتنا زايدة على اللزوم، ما كانش ينفع ابداً ما لاش دعوا بغيابات الزمالك، لان اياً كان الغيابات عند نادي الزمالك، ده نادي كبير اسمه نادي الزمالك، فرقة مميزة، عندهم عناصر بتاعها بتخلص، دي حقيقة، فاحنا كان ممكن جداً نتفادى الوضع ده من خلال الحسم في الشوت الاول، هل انا كده بعيد في الجهاز الفني؟ طبعاً لا، الكابتين سامي قمصان بالمناسبة، في ظرف صعب، ومباراة صعبة، بالضغوط مختلفة، عمل مطش كويس، وبالتحديد، بالتحديد، في الشوت الثاني، لما كنا خسرين اثنين واحد، وعدل طريقة اللاعب اللاعب تياتة اربعة تلاتة، ونزل طهر وصلاح محسن، وحتى حسين الشحات كلاعب في نص الملعب ناحية الليمين، وقده طهر محمد طاهر، وكان ناحية الشمال معلول لحد قبل ما يخرج، ومعا مين؟ صلاح محسن لما نزل، فلا، اتصرف صح، الراجل بصراحة، وقدر ان احنا من خلال تعديل طريقة اللعب، ورجع متولي ورا، من خلال تعديل طريقة اللعب، قدرنا ان احنا يتعادل بجون صلاح محسن، فدي حاجة تحسب للكابتين سامي قمصان لان انا مبرح برضو، حسيت الناس كلها ايه جاي عالكابتين سامي قمصان، بالعكس انا يعبشيك جدا من كابتين سامي قمصان، هل بيهاجم اللعيبة؟ لا طبعا مش هاجم اللعيبة، انا بقول في سلبيات لازم ناخد بالنا منها بعد كده يا رجالة، لازم، بنوضح اسباب قدت لعدم التوفيق، في مورات مبارح، ولازم كلامنا يكون صادق وواضح مع الناس، لان احنا نتكلم في مصلحة النادي، نتكلمش في مصلحة حاجة تانية، فلعبة، لعبتنا رجالة، هي هي الفرقة دي، هي هي العناصر دي، اللي جابه طولات قد كده، ليهم رصيد كبير قوي قوي عندنا، قوي، هم هم الفرقة دي اللي كسبت خمسة الدور الأولان، الزمالك، كسبه خمسة، فلا ليهم رصيد، لا اللي يطلع يقطع فيهم جامد، واللي يطلع يجرح فيهم، واللي يقول لك ده أصلي مش نافع، وده خلص، وده تعبان، وده لازم يمشي، وده لازم تجيب له، وده مش عارفة، ده يبقى كده يا جماعة، احنا مش منطقيين شوي، كده يبقى احنا بنهاجم على حسب النتيجة، لا، ما تهاجمش على حسب النتيجة، بالمناسبة، لازم نبقى عارفين كويس قوي، إن الدوري مراحل، احنا ابتدينا أول مرحلة في الدوري كنا ممتازين جبنا عدد هائل من النقاط في أول تسع مباريات على ما أتذكر، اتعدلنا ماتش واحد تقريباً، على ما أتذكر يعني، وبعد كده في مرحلة حصل فيها ضرب، اللي كان فيها أكتر من إخفاق قراءة بعض، الخسارة بتاعة المصري وكام تعادل وكلام منه، وبعد كده في مرحلة تانية اللي ابتديت ترجع فيها الانتصارات، وبعد كده في مرحلة انت فيها دلوقتي اللي انت الدنيا بالنسبة لك مش ايه، مش أحسن حاجة، بتمر بفترة صعبة لسه خسران نهاية أفريقيا يعني كانت الظروف في تغيير مدير فني في كلام من ده، فمش بتمر بأحسن فترة، لكن هل انت خسرت الدوري، انت مخسرتش الدوري، انت مخسرتش الدوري، من زعلنا احنا كالجمهور للنادي الأهلي على التعادل، انت متخيل في مدش زي ده، زعلانين جدا عن احنا تعادلنا، في المقابل الزمالك فرحان بالتعادل، ليه لانه عنده ظروف، له مطلق الحرية، لكن ان انت في المرحلة دي ممكن ما تكونش موفق بشكل أو بآخر، بس لسه انت قدامك فرصة تخلص البطول، فالمطلوب ايه؟ بمنتهى البساطة، وانا سردتلك كل الحالات، وكل ما يتعرض لي الفريق، وبالسلبيات قلتها لحضرتك، وكل حاجة، والإيجابيات وكل حاجة، لكن دور جمهور الأهلي دلوقتي هو المهم، ان انت اي ان كان الزروف ايه؟ لا احنا لسه مخسرناش بطولة، الناتج في النهاية، احنا كسرنا افريقيا، انا بتكلم دلوقتي عالجالب المحلي، عندك دوري واثنين كاس مصر، تقدر تكسبهم بين كانتك بالمجموعة دي، بالفرقة دي، اللعبة الممتازة دي، ها بقول ان احنا يعني اللعبة دي حتى لو في بعض الفترات بتبقى وحشة، هم احسن حاجة، هم في نظرنا احنا كأهلوية هم احسن حاجة، محتاجين بعض التدعمات، بعض التدعمات، وأنا بطمن حضراتكم، عمر مقدارة النادي الاهلي هتبخل اطلاقا، او بالتحديد الناس المسؤولة على الكرة في النادي، عمرهم هتبخلوا اطلاقا بتدعم الفرقة، دي استبعدها من دماغك، اي واحد، اي واحد، هيبقوا شايفين ان الاهلي محتاجوا، ايا كان هو فين، بإذن اللي هيجبوه، بس طبعا بيبقى فيه تفاوض فيه، يعني عملية التفاوض دي بيبقى فيها شد وجذب، أو بيبقى فيها هاتو خد وعرض وطلب وكلام من ده، وارد تنجح وارد لا، بس مش هيقصره، ده اللي أنا عايز اقوله، مش هيبقى فيه تأثير اطلاقا يعني في الجزئية دي، فبالجانب ده اتطمنه تماما، في كل الأحوال فيما اتعلق بمبارات مبارح، على المستوى الفني بخصوص الفئراتين، أنا عايز اتكلم شوية عن الزمالك، لأن الزمالك استحق التعادل، استحق التعادل بصراحة، منتهى صراحة، عمل شود تاني كويس، المدير الفني بتاع حم فريرة غير طريقة، غير شكل الملعب لما نزلش كبالة، وقدروا جابوا جونين، وكانوا قربوا انهم يكسبوا، حتى بعد ما احنا تعدلنا كورية إمام عشور، كانوا ممكن يروحوا بيها للجاد في العرضة، كانت ممكن تخلص الماتش، فهو ده جون مثلا بتاع بن شرقي، لعب حاسن، لعب عنده ميزة قوية جدا أنه هو بيخلص، بدماغه بيعرف يلعب، برجله بيعرف يلعب، نفاكرين جاب جون مع الوداد في نهاية أفريقيا هنا عندنا في 2017، كان بدماغه برضو، ماشي، لعب كويس جدا، ممكن يكون فترات كبيرة مش في حالته، لكن هو لعب دولي، فقدر يجيب جون حلو بصراحة، الجون الثاني خطأ مشترك ما بين الشناوي وعلي معلول، تمام، فبالتالي جي فيك الهدف الثاني، كان ممكن الماتش يروح منك، الثلاث نقط كلهم يروحوا منك، ما كانش فيه توفيق عند علي في الكرة دي، لأنه هو توقع ان الشناوي هو اللي حيمسك الكرة، فبتحصل، لكن ما نعودش بقى نقطع في أي حد من اللعيبة، فمبروك لنادي الزمالية التعادل مع الأهلي، وهرض لك الجاملير الأهلي، أكيد التعادل ده، ده فيما يتعلق بالجانب الفني، أنا بس قبل بقى ما أتكلم على جانب الروح الرياضية، أو تعال نتكلم على جانب الروح الرياضية شوية الأول، وبعدها نروح للحكام، لأن الموضوع الحكام ده مهم، مبارح، الماتش أولاً كان ممتع، الشوطي الثاني بالتحديد، يعني إيركن كده أنت معك على جنب، الواحد استمتع، بخلاف كده من أكثر الماتشات اللي واحد شاب فيها الروح الرياضية، ما بين لعيبة كبار، لعيبة الأهلي والزمالك، وما بين الجمهورين كمان، أنا بصراحة لا كنت في الملعب، بس أنا كنت في التلفزيون، وأنا دائماً بحب أعلي التلفزيون على آخر في الماتشات دي، ما سمعتش أي اشتيمة ولا أي تجاوز من أي جمهور، فدي حاجة كويسة، اللقطة دي بقى لازم نقف عندها، زي موقفنا عند لقطة إمام عشور، وهو بيتعدى بالضرب على لعيب كبير قوي، وعنده تاريخ عظيم قوي زي وليد سليمان في مرات السوبر، هناك فابو ظابي لو تفتكروا، وقفنا عندها ومسكن، يعني عايز أقول إيه، انتخذنا إمام عشور انتقاد قوي جداً، جداً، لكن برضو في اللقطة اللي احنا شايفينها قدامنا دي لازم نحييه، ونحيي وليد برضو اللي عنده تسامح كبير جداً جداً، الرجل إمام عشور قبل مطش راح على الدكة بتاعت الأهلي يسلم بالتحديد على وليد سليمان، اللي هو يعني اعتذار بشكل أو بآخر، يعني انت على راسي، ما لهاش معنى غير كده، وده اعتذار أعتقد الثالث منه بالمناسبة، الرجل يعتذر قبل كده، لكن دي فرصة بالنسبة له شايف وليد في الملعب، أو على الدكة، راح له خصيصاً عشان يحضن ويسلم عليه، فدي لقطة لازم نبني عليها لصالح الكرة في مصر، لصالح الرياضة في مصر، لقطة حلوة، وأنا في اعتقادي إن إمام عشور، وصل لمرحلة جيدة جداً من النطجة الكاره، والنطجة حتى في العقلية، وإيه اللي ينفع يتعمل، وإيه اللي ما ينفعش يتعمل، لأن التلعيب دولي دلوقتي، فالنطج ده كان نتيجته اللي احنا شايفينه من المظهر، والصورة المميزة جداً، الحضارية الرائعة، مبارح، ما بين اتنين لعيبة كبار، إمام عشور من اللعبة المميزة جداً، بصراحة دلوقتي، وليد سلمان طبعاً مش محتاج إن إحنا نتكلم عليه، يعني لعيب بتاريخ كبير جداً جداً، وأحد يعني كباتل النادي الأهلي، لقطات كنا مفتقدينها في مباريات الكمة، صراحة، فدي مشاهد كانت بعيدة عنه، حتى مبارح ربطة الأندية زي ما حراركم شايفين كده، وجهت الشكر بتشكر قطبايي القرى المصرية، من خلال البيانة اللي حضاركم شايفينه ده، على الشكل المميز والحضاري اللي احنا شفناه مبارح، والعكس صورة مميزة عن ناديين كبار بحجم الأهلي والزمالك، فأتمنى أن الروح الرياضية دايماً تبقى موجودة، كل لعيب يفرح مع جماهيره عادي جداً، كل لعيب يبقى متحمس أو في الملعب جمهور، كل فريق يبقى مقطع نفسه عشان فرقته من غير ما يتكلم على الجمهور الفرقة التانية، أو من غير ما يتجاوز في حد تاني، هتقول لي إحنا اللي بنقول كده، إحنا لازم نبقى محترمين، لازم يبقى دي طريق تفكيرنا بالمناسب، مش عشان مثلا إحنا في قناة الأهلي نطلع نقول لك ما جيبش اللقطات اللي زي دي، لا طبعا بالعكس بالعكس، النادي الأهلي نادي كبير، نادي محترم بيرسخ مبادئ وقيم، هي دي القيم اللي إحنا نتمنها في الملعب، هو ده النادي الأهلي ده اللي تربنا عليه جوال أهلي، بصراحة، إنه لما يكون في لقطات زي دي ما ينفعش نعديها، ونمسك بس في لقطات الوحشة، لا اتكلمنا على لقطات الوحشة، وقلنا إن دي سلبية كبيرة جدا 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 جدا، وقال انتقاد لازع ومنتهى الحسب، لكن لما تبقى في لقطات إيجابية، لازم نقف عندها ونشيط بيها بصراحة، فشكرا إمام عشور ووليد سليمان على اللقطة دي، وكل الروح الرياضي لكية موجودة بين اللعبين، تعال بقى، بص بقى، الواحد بصراحة مبارح شاف تحكيم حقيقي، أنا مبارح بتفرج على حكم الأسباني، مونيرا والذي اسمه مويرا ده، عمل مطش مش طبيعي، خلي بالك ده مش حكم من حكام الصفة في أوروبا، ولا أحسن حكم في أسبانيا، خلي بالك، يعني الأداء اللي هو لعب بين برح المطش ده، ده واحد دولي من 2017 بس، خلي بالك، ومع ذلك، شفنا قيادة تحكمية للمباراة، مفيش اتنين يختلفوا عليها، طلع لي يا شيخ حاجة فأ، يعني غلطة واحدة، للحكم مفيش، طب، أنا مبارح نسيت صوت الصفارة عامل الزادة، مفيش تفافير كتير كمان، بحس إن إحنا عندنا حكامنا المنصريين مع كامل الاحترامي ليهم، يعني بياخدوا موضوع الصفارة ده زي المزيكة، يلا كل شوية نقعد نصفر وبتعفر حنين بالصفارة راحين جاريره، وبعدين بنجرب بحاس مقاوي، ونقعد نتخانق مع اللاعبة في الملعب، شوف في لعبة الزمائك، مثلا في الشوت الأول، بزيزه مثلا، من اللاعبة المميزة الكبيرة جدا، بس بيروح يعترض عادي، عبدالشافي طبعا حاجة محترمة قاوي من اللاعبة الكبيرة، لكن الراجل بيتعامل بمنتهى الهدوء، لكن احنا هنا دلوقتي مثلا لو واحد راح يعترض رغم ان انا ضد موضوع الاعتراض ده لان القرار بيبقى تاخد خلاص، لو واحد راح يعترض على الحكم تلاقي الحكم بيزعقله ويبرقله ويفتحله عنه، ليه يا عم فيه ايه، الدنيا أبسط من كده، الحكم ما حسسناش بوجوده، صفافيره في توقتها، لكن انت تخيل ان الحكم مبارح حسب خمستاشر خطأ، خمستاشر خطأ في ستة وتسعين دقيقة بالوقت الضايع، خمستاشر خطأ بس اللي احنا خمستاشر خطأ دول بنحسيبهم انت في اول ربع ساعة من ماتش، كل شوية فاول، كل شوية فاول، يا جماعة الاحتكاكات دي عادية، هي دي الكورة، الكورة اللي عبت رجالة، فيه احتكاكات تستحق الفاول وانك تصفر، وفيه احتكاكات طبيعية في الكورة، وفيه الكورة مشتركة طبيعي جدا يا كور، انت مش بتلعب، لازم لعب يفضل يجري الواحدة لو حد لم ينصوا تبقى فاول، لا، ده درس مجاني للكابتن عصاب عبد الفتاح، انا بقول له، الكابتن عصاب عبد الفتاح، اكيد كان بيتفرج عن ماتش، وحكامه، درس مجاني ليهم، في كيفية ادارة المباراة، كل الحكام، بلجنة التحكيم نفسها، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة من الحكام بتاع مباراة، احنا تقول لي بقى ايه، الرجل مستخدمش بصراحة روح البرتوكول خالص، اللي احنا مناعرفش ايه هي روح البرتوكول، ما عرفش معناها ايه اصلا، ومستخدمش موضوع الاحتواء ده خالص، وكان محايت جدا، حتى اللقطة بتاعت مثلا عواد لما وقع، اول مرة جاب له الدكتور، لما شافه وكمل الماتش عادي، مفيش حاجة حاس انه هو بيضيع وقت شوية، راح بص عليه، قال له اقوم العبد، عواد ما لقاش قدامه حل غير انه يقوم، لكن احنا تقول لنا عندنا في افريقيا بشكل عام، لو وقع مرة، زي ما يقع عشر مرات، لازم نوقف، وما بنحسبش كمان الوقت، وكل الكلام من ده، فده درس مهم جدا لحكامنا المصريين، ياريت يا جماعة نتعلم، والله العظيم انتوا بتموتوا، بتموتوا، الكرة في مصر، لان عنصر التحكيم ده اهم عنصر في اللعبة، اهم من اهم العناصر في اللعبة، بص، قال له بص، مفيش ظهر، قوم، قوم، انا شايف ان هي متستدعيش كحاكم، ان انا جيب الدكتور، فقوم ما تضيعش وقت، يلا قوم، انا سيبته، بص بقى هو راح سيبه، ورجع، ومستنيه قوم ما فيش، مش هنزلك الدكتور، لان ما فيش ما يستدعي الكده، فلازم احنا، يعني زي ما بنعد ننتقد اتحاد الكهرة، زي ما بنعد ننتقد مثلا بعض اللعبين بيحاولوا يمثلوا في الملعب، لكن دور الأكبر على الحكام، انت بقيادتك وشخصيتك، وقراراتك، وعدم، يعني، الانحياز لطرف عن الآخر، لا تقول لي احتواء، ولا تقول لي روح بروتوكول، ولا كلام من ده، هتنقله الكرة المصري في حتة تانية، ان احنا عندنا امكانيات كويس، اه، الفترة حالية مش افضل امكانيات موجودة في مصر، بس انتوا ممكن تساهموا بشكل او باخر في مستوى افضل بكتير للكرة المصرية، فدي كانت جزئية مهمة جدا جدا، اللي بتتعلق بإدارة الحكام الأسباني مبارح، اللي أكيد بنشكره عمل مطش كبير قوي قوي بصراحة يعني، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق خلال المرحلة اللي جاية بالنسبة لنادي الأهل تحديدة، وان شاء الله موبرات المحلة بعد بكرة يوم الأربع، موبرات مهمة، مهمة قوي ان احنا نكسب المطش ده، ناخد ثلاث نقاط، ونستمر في حظ النقاط في الموبرات المؤجرة مختفى براتي، عشان نقدر ان احنا ناخد الدورة، هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا جيدا، صحيح نستطي اقول كمان موضوع الفار، يعني مبارح حتى محسناش بوجود الفار، لما بيسأل الفار أو الفار بيقوله حاجة في ثانيتين، احنا عندين هنا في مصر الحكام بيقضوا، عشان ياخدوا قرار بعد مراجعة الفار بيقضوا ست شهور، موضوع صعب جدا، الله العظيم يعني، فدي جزئية من ضمن الجزئيات يعني اللي واحد محسش بيها مبارح، الفار يا جماعة موجود عشان يساعدك، مش عشان تعتمد عليه اعتماد كله، وتعطي ضيع مع الفار طول المطش، طيع وقت المطش كله، هم سانيتين، ايوة ايه دي الأخبار، مفقاش حاجة يلا يلعب، فاحنا احنا بعيد قوي، والله العظيم احنا بعيد قوي يا جماعة، وحيات ربنا بالمنظر ده، الواحد زعل لما شاف مستوى الحكام بارح، وقارن المستوى الحكام في مصر، وفي أفريقيا بشكل عمال، فاحنا احنا بعيد قوي، قوي 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 قوي، طيب، بخلاف قبل ما اتكلم في مران الاهلي النهاردة سريعاً، في بعض الملاحظات كده شفتاً بعض البرامج الموجهة، في برنامج بالتحديد موجهة، حاطلك عنوان ايه؟ قالك الأهلي تعادل مع شباب الزملك يا جماعة ما تقللوش من نادي الزملك كده، ما تقللوش من نادي الزملك كده، نادي الزملك نادي كبير شباب ايه؟ هو عنصر شاب واحد اللي كان بيلعب اللي هو نمار ما شاء الله عمل مطش كويس بس هلش كبالة شاب عبدالشافي شاب عواد وينش عبدالغني الناس اللي في نص الملعب امام عشور شاب شاب بس بقاله كتير في الفريل الأول يعني مين تاني ونجم بن شرقي عمر السعيد كل دوش شباب فحيه غريبة الناس قبل ما تفكروا ان انتوا تحاولوا تضايقوا الأهلي أو جمهور الأهلي ما تقللوش برضو بالنادي الزمالك عيب أولا ما تقولوا على فرقة الزمالك فرقة شباب وهم اللي تعادلوا مع الأهلي مش حلو اهو في شباب شاركوا في آخر دقائق في المطش مميزين وعملوا مطش كويس لكن هم شوفوا ان ده فيه تقليل كبير جدا بالنادي الزمالك في الحقيقة ما علي انه ما تركزوش مع البرامج اللي زي ديه الناس اللي تقولك أصل الحكام لو حكم مصري كان حسب تغطر بعجزة اه لما تهزرش بقى كفاية الزر والله العظيم حاجة صعبة جدا المهاردة الفريق استقنف تدريباته مباشرة من غير راحة عشان استعدادا لمباراة المحلة بإذن الله بعد بكرة مباراة طبعا غاية في الأهمية ومنتهى القوة مطش المحلة مطش كلاسيكي وفريق محلة فريق كويس السنة دي قوي وعملين بطولة كويسة في بطولة الدوري ويعني ماشيين بشكل جيد فالمطش صعب خصوصا في ظل ان انت بتحاول تجمع أكبر قدر ممكن من نقاط في الفترة والمرحلة الحالية من بطولة الدوري من المنافسة فلازم نكون مركزين منتهى القوة دي لقطات من مران الأهلي اللي كان الساعة عشر صبح تحت قيادة الكابتن سامي أمصان وكابتن محمد شرف ومران كان في بعض الأمور المهمة خلينا أقول لحضراتكم أبرزها يعني الكابتن ساعد عبد الحفيز والكابتن سامي أمصان اجتمعوا مع اللاعبين قبل التدريب على طول اتكلموا معهم في بعض السلبيات والإجابيات اللي بتتعلق بمبارات الأمس قدام الزمالك وأهمية غلق طبعا الصفحة دي والتركيز في اللي جاية لأن اللي جاية بصراحة غاية في الأهمية ومن دبن كمان الأخبار تدريبات استشفائية للمشاركين في مبارات القمة وطبعا الناس اللي بتلمطش بشكل كامل مبارح أو حتى عدد دقيق كبير جدا من معظم دقيق المباراة أكيد لهم تدريبات استشفائية والمجموعة التانية اللي ما شاركتش في المباراة اليوم تدريبات بدنية قوية وتأسيمة كمان استعدادة لمبارات المحلة والتدريبات البدنية كتعبارة عن بعض التدريبات لمدة 30 دقيقة تحت إشراف طبعا محمد النجار مدرب الأحمال وبخلاف الفقرات الأخرى بتتعلق بالتأسيمة وبعض التدريبات القرى بالمناسبة التأسيمة كتعبارة عن ثلاث فرق خدوا التأسيمة دي بشكل معين يعني وفي المقابل كان فيه تدريبات قوية لرباح الرأس المرمى جماعة بلاش نقصوا على الشناوي بلاش نقصوا على الشناوي مش منطقي أبدا عندي أنا حسن حارس في أفريقيا وعشان بعض الأخطاء الوارد حدوثها نطلع ألاقي البعض بيقطع فيه بلاش نقصوا على الشناوي حارس كبير وأفضل حارس داخل القرى الأفريقية ما فيهش نقاش ما فيهش نقاش لسه خارج من كورونا لسه ممكن ما يكونش موفق في بعض القرارات الكلام من ده ده بيحصل لأكبر حارس في الدنيا شوفنا دون الروم اللي هو أحسن حارس من أحسن حراس في العالم بيغلط إزاي شوفنا من ده اللي هو أفضل حارس في العالم بالفعل بيغلط إزاي بتحصل فبلاش نقصوا على لعبتنا أو ممكن يكون فيه سلبيات نقف عندها لكن نقصوا عليهم كده احنا بنخسر نفسنا بنفسنا فكل حاجة نديع حجمها الطبيعي مش أكبر من كده تدريبات حراس المرمى النهاردة كانت تحت شراف طبعا مشيلي يعني كنت المدرب المميز جدا لكل من محمد الشناو ومصطفى شوبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف وكالتدريبات بدنية شقة بالنسبة لديانج وعبد المنعم بيوصلوا لتأهيل يعرفين أن ديانج عنده يعني زي كادمة قوية في الركبة وعبد المنعم بيتخلص من ألم العضلة الضم نتمنى لهم بإذن الله العودة سريعا لتنين مهمين جدا بالنسبة يعني دي أهم وأبرز الأمور اللي بتتعلق بمران الأهلي اليوم وبداية الاستعداد لمباراة المحلة بإذن الله نتمنى لهم بكل التوفي هروح لفاصل بعد الفاصل لسا عندنا أخبار عن نادي الأهلي استنون أهلا بحضراتكم مرة تانية تعالوا نشوف إيه اللي تقال على الأهلي في السوشيال ميديا بعد المباراة ونبتدي بحساب في الجول على فيسبوك وهنا بتكلموا في شك تاني خالص بخلاف المباراة الأمس وبتكلموا على الموضوع المدرب والمدير الفاني الجديد للنادي الأهلي وهنا يعني من خلال معلوماتهم هما إزاي بيفكر النادي الأهلي في ملف المدير الفاني قالوا إن الأهلي مش متعجل إطلاقا قالوا رأيهم أو قالوا الوضع من وجهة نظرهم وانتبقى لمعلوماتهم في أربع نقاط الأهلي لن يتعجل في الإعلان عن اسمه مدير الفاني الجديد وارد الأهلي لديه ثقة في سامي أمصان وفي قدراته على اكتياز المرحلة الحالية وبالتالي لن يتعجل في تعيين المدرب وارد الإجراءات كثيرة في المفاوضات وهناك مدربين لديهم عروض من فرق أخرى ويفوضلون بينها ده حقيقي الأهلي مصمم على التعاقد مع اسم تدريبي كبير وليس مجرد إحضار مدرب ده منطقي ففي كل الأحوال الناس بتكتهت الناس تكتهت وارد يتمل إعلان في أي وقت أنا ما عنديش معلوم معه قد الإعلان إمتى اللي وصلوا لي في المفاوضات وكلام من ده وتاني هقولها دي حاجة تحسب لإدارة الأهلي الناس مش عارفة أنت هتجيبه مين يا جماعة أنت وتواصلتوا مع مين يا جماعة هتلاقي أسماء كثير جدا متضطرح كالعاد وهب هتتفاجئ بمدرب ما فكرتش فيه وارد أقول وارد فهنشوف نسيب الناس تشغل والناس تختار صح لازم فيه ترايص في الاختيار عشان تختار المدير الفني الأنسب يعني فهم أضرب كل شيء نتمنى لهم يا ربي التوفيق في قراراتهم اليوم السابع بتكلموا عن لجلة التخطيط في الأهلي توصي بعودة كهرباء لقلع حمراء بعد رحيل الموسماني خلاص هو كهرباء موجود في الأهلي من الموسم الجديد موجود بعد انتهاء عارضه في تركيا والمدير الفني الجديد هيكون أيضا موجود وهو اللي يقدر يختار مين يكمل مين ما يكملش لو تابع التدريبات أو ممكن يستنى كمان مش هيختار على طول ممكن يستنى اليناير ويبص على المجموعة اللي موجودة أصلا أصلا أردي وحيطل على تقرير لجلة التخطيط وتقرير المدير الفني السابق وكلام من ده وفي الأخر يأخذ قراراته لكن أنا اللي عايز أأكد عليه أن الكهرباء العيب كبير كده كده العيب مميز جدا وإضافة طبعا للأهلي لكن في نفس الوقت الكهرباء محتاج شغلي كبير جدا شغلي كبير جدا عشان يعوض اللي فاته مع الفرقة إحنا كهرباء مجل أهلي كنا متوقعين أن إحنا يعني حنستفاد من كهرباء بشكل مميز وده كان المفروض يحصل لكن ممكن كهرباء في بعض الفترات أثر في حق نفسه في بعض الفترات المدرب السابق ما ساعدوش ده فعلا حصل لكن الفترة اللي جاية كهرباء محتاج شغل وعمل شاك عشان بإذن الله يكون عنده ثقة جبهير الأهلي وأنا وصل في كهرباء جدا وفي شخصيته وفي قدراته فانيلا وللعيب جمد قوي قوي فإن شاء الله الوطن الرياضي يحسنوا على فيسبوك يقوله سلاسي فيوتشر على رادار الأهلي وخليفة موسماني يحسم الصفقات هنا يتكلموا على ثلاثة من اللعيبة المميزة أوي ده طبقا للوطن يعني يعني فيه محمد ريدا بوبو ده من أفضل لعيبة في فراحة في مصر الملعب في مصر حتة لعيب جامل جدا وأحمد رفع الطبع لا يحتاج أن نحنا نتكلم عنه ولعيب مميز طبع وهي أحمد عاطم هنا في الخبر بيقولك أن الأهلي مهتم بالتلاتة دول وبيتبعهم وحيتفاوض مع عدارة فيوتشر في نهاية المسلم أنا بقول لحلقكم أن الموضوع يبقى فيه صعوبة حتى لو الأهلي بيرغب في كده أتمنى أن ييجوا تلاتة لعيبة تؤلقوا وحيفرقوا معنا لكن في نفس الوقت فيوتشر أعتقد خلاص وصلوا كونفيدرالية نسبة كبيرة يبقوا عايزين حافظوا على بيتهم بال بالعكس كان بيدعموا وشوفنا جابه مهند لاشين فمش هيبقى الموضوع سهل لو فيه مفاوضات يعني بس ده اكتهاب برضو من الوطن سبورت وحساب كمان سبورت جي سيكستي على تويتر قال إن صلاح محسن مع الأهلي بجميع البطولات سبعتاشر هدف وحداشر هدف كبديل من السبعتاشر فهو البديل الزهبي لعيب كويس صلاح محسن وبرضو شوية تركيز نحن عندنا أحب تلعيبة كده لو فيه تركيز وجدية طول الوقت والله عزيم يطلعوا يعني بص نتائج مميزة وإمكانيات مميزة وأداء مبهر يعني فإن شاء الله نتمنى لهم يا رب بكل التوفير خلينا نروح لفاصل زريع بعد الفاصل نرجع نكامل ياره